موسيقى مشاهدين في محيطنا الواسع وفي حياتنا اليومية نصادف أشخاص متنوعين منهم من يمنحنا من أول نظرة راحة نفسية ونقول هذا الشخص ارتحنا له ومن أول نظرة أيضا ومنهم من لا تطيق أن تتحدثوا إياه بكلمة وحدة فما السر وراء ذلك هل يمكن التحكم في معرفة الأشخاص الإيجابيين عن السلبيين وماذا علينا أن نراعيه عندما نفتح أبوابنا لعلاقة يديدة أي أن كان شكل هذا نستمع لأجوبة عن كل هذه الاستفسارات مع يوسف الهاشمي وهو مدرب السعادة والتنمية الإنسانية حيات الله يوسف الله يحييك السادة عبدالله الله يحبهك يهد ومرحبه المعلمين يوم المعلمين اليوم أنا أسكركم أساتذة الحين لا أقدر أقولكم غير جديد أول شيء يا مرحبه وسهل فيك يوسف يمكن في المقدمة الذي قال زميلي عبدالله قالك من أول نظرة يا أنك تحب الشخص أو ممكن أنك تقول عليه إيجابي أو سلبي هذا المصرحة أو هذه الكلمة فعلا موجودة يعني أمكن أن أرى شخص أقول ما عيبني شكل سلبي أو شخص آخر أقول آه هذا إيجابي بدون ما يكون فيه بنوت حتى أحكم على الشخص من خلاله عليها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرس المرسلين سيدنا محمد الحكم على الأشخاص من أول نظرة ما راح يكون صحيح دائما جميل جميل لأن كل واحد فينا أصلا يحكم على الطرف الآخر بناء على خبرة سابقة فمثلا أنا أشوف شخص أو حضرت برنامج سيدريبي أو آخر أو قرأت الكتاب فأقوم أسقط هذا الكتاب أو المعلومة هذه على الواقع فهنا تصير وائد مغلطات التحليل يكون غلط مثلا في بعض الأحيان وإلا حسب اللي موجود في عقل البطن خلاص هي نسخة شخص الإيجابي كذا وشخص السنبي كذا وهذا الشيء غير واقعي نقدر نقول نعم حلو نحن نعرف مثلا أن الشخص السلبي غير مبادر نفترض وإن الإيجابي هو مبادر لكن لا أقدر أنا أعمم مثلا أنا أقول فلان البار حياتك فرصة وما أخذت فأنت غير مبادر أنت سلبي هذه التصنيفات ترى هي من ضمن التصنيفات الشيطانية أنا أقدر أقول لأن الشيطان أول ما بادر بادر بالتصنيف بادر بالتفريق خلقتني من نار وخلقتهم من طين فأنا مقدر أقول والله أنا إيجابي والثاني سلبي أو ثاني إلى آخر بالعكس فالحكم على الأشخاص بهذه السرعة تنقص كثير من المصداقية نكترى جميل كيف نحن نقدر نقول انميز الموقف نحن نقول الشخص انميز الموقف نحن بشر نتعرض لكثير من أمور في حياتنا اللي يتغير من مزاجنا طبعا الجوع الشبع حتى المرض المرض ناس سلبيين ناس سلبيين مثلا موقف كلمة أحياء إلى آخره فتخيل أني أنا في شخص من أول ما نشمن الرقادة هو قاعد يمر في ظرف معين وإي أنا على آخر اليوم وأقول أحكم عليه أن هذا الشخص سلبي أنا لا أعرف شو وراء طبعا لذلك كثيرين مثلا ينبهون أن أهم ميزة للإنسان الإيجابي اللي هو التعاطف تعاطف معناته الاحتواء أني أنا أفهم الطرف الآخر أني أنا أسمع للطرف الآخر وإذا كنت سمعته في موضوع الأنصات ولازم تسمع وما تسمع خلينا نمارسها تطبيقيا ما نحكم على الشخص من أول مرة يا مناص حكمنا عليهم ما شاء الله طيب ما شاء الله ما أعرف كيف لكن مع العشرة بانت أمور ثانية ما تتوافق معي والعكس صحيح من أول ما نشوف شخص يا الله ما بلعته من أول ما شفته هو هذا الشخص سبحان الله إلى آخر لكن مع العشرة مع الوقت يبان نعم ريم ذكرتها في شيء بسيط هذه المعلومة البسيطة شفت شخص ما بلعته في اجتماع أصدقاء وحد يايب وحد من ربعة شخص يحاول يبادر حتى يحاول يتلاطف بطريقة ما قبلها الموجودين فهني مباشرة هذا السهم الذي يرميه معي يا بني لا لا وياك معاك مبيا يياك هذه أمور صعبة في الحياة الاجتماعية فهذه الأمور كيف نتلافهاها وكيف نحن نحاول أن يوم الجمعة تكون جمعة طيبة جميل كثيرا يوني يقولون مثلا بنفس المنطقة التي تتكلم فيه أن الناس كلها أغلبهم سلبيين أنا أداوم في مكان الأغلب سلبي أنا عندي حد من أسرتي دائما منكد علي ودائما سلبي السؤال هنا أنت شو سويت عشان تصطير إيجابي نعم نحن فالحين بس أن ننتقد الآخر ومنطالع عمارنا ترى نحن نشوف نفسنا في بداية في الشخص نفسه اللي يحكم على نفسه هو إيجابي وهذا سلبي ما المؤشرات أنه إيجابي؟ هو أفكرة التشخيص هو سلبي بالضبط أنك أنت تتكلم على شخص شيء يعني يعكس شخصيته أو أنك أنت تتكلم على بدون ما تعرف شووره هذا بروح أنا أشوف أنت السلبي ليش هو بالضبط بس في بوينت ويد أنا أحب أن أتكلم فيه من الأنانية أني أنا أكون مضايقة من الصبح لن المساء وإي مثلا أطلع عنك هديفك أنت مو يخصك صح؟ ولكن الناس تتكلم علي أنه سلبي أو إيجابي أنا أشوف هذه هي مزاجية بالضبط تعاملك مع الناس يجب علي أن يكون هناك انفصال بين عقلك إذا مضايق أو سعيد أو إيجابي لا هذا الشيء لا ما تكون هذا الشيء يجب أن نتعلم كيف نحن نقوم بها جميل يجب أن نتحكم فيها يجب أن نتحكم فيها أنا شخص أنا أعرف لأي شيء مثلا أحبان من الدوام تعبان منهك مثلا طول النهار أنا لم تريق المعدة فاضية يعني المزاج شوية فما إيانا البيت المفروض اللي يستقبل البيت سواء كانت الزوجة أو الآخر الآخر أنها تراعي هذا الموقف أما من أولها من أول ماتي ها شو يبتلنا وين يدك فاضية وتستقبلها بهذه الطريقة يعني أكيد راح تكون ردة فعالة يعني واحد اثنين ثلاثة نفترض يعني أوكي أو أنه مثلا يطنش ويحط رأسها وينام يقول ها هذا الريان دخل لا سل انت كيف استقبلتي فالفكرة هنا نحن نتعلم كيف نحن ندير عواطفنا نعم واني أنا أعرف حالتي أني يكون عندي وعي في نفسي فعلا أفترض ممكن فهذه الساعة أو ساعة الظهرية أنا أكون فعلا مضايق تين تتصل فيني يوسف كيف الحال ممكن أشوفك عفونا أخي عبدالله لا تحبان لا يوجد شيء أكيد طبعا أما يا أخي أنت ما تحس يا أخي أحد يتصل على الحين وهذا الوقت يعني فهني في صير أنا أنطقي الكلمة وأنا أضع لازم أكون وعي صحيح في عاطفة في موازنة في أيضا المحافظة على أداب الحديث والاستقبال هذه أمور لابد نحن نعيها تعرف يوسف حقيقة أنا أرى دائما في الطريقة الأمثل للتعلم في الأطفال الأب عندما يدخل المنزل أو الأم عندما تدخل المنزل ويكون هناك طفل الابتسامة الفرحة النداء الذي يكون موجود يحابي هذا الشخص ويجعله في قمة غضبة مبتسم وممكن يجلس على الأرض ويبدأ بالأحضاء بطبع هذه الأمور التي لابد تطبق على الكبار لماذا؟ هذا ليس شيء بسيط هي فطرة فهذه فطرة الإنسان فنحن كيف نقدر نتمسك بهذا الفطرة ليس فكرة تتمسك نعود لهذا الفطرة نعود لهذا الفطرة أنت قلتها عندنا نحن مدرسة كبيرة في البيت اللي هو الطفل نحاكي لأطفال ما فيها شيء نحاكي لأطفال بالابتسامة نحاكي لأطفال في تصرفهم حتى في الأمور على فكرة لماذا نحن الكبار لما نخطأ نخاف نقول يا الله إن شاء الله يا رب ما حد يشوفنا إن شاء الله ما حد شافني وانا أخطأ أما الطفل تنقى خطأ وروح كمل الحياة ماشية عندها لأنه عارف أنه مرة ثانية يتعلم من هذا الدرس وكمل أما تنقى الكبير لا مثلا إذا تعثر في مكان أول شيء يلتفت حوالي يقول الحمدل لا أحد شافني ناطح أنا ماسك بزمام الأمور دعنا نرجع خطوة للخلف ونعيد نحن اللي هو إنصادق نفسنا الطفل دائما صديق نفسه الطفل دائما لما يكون جائع هو جائع يعني عندي أنا مثلا مثلا على ذلك عندي أولادي عبدالله الله يحبك عمره 11 سنة إن شاء الله فمرة ياني على الساعة 11 في الليل نشتي مرقادها قال بابا أنا يوعان فيها تم تقولها تقول لا تاكل الحين بتسمن ووتيتي فها رد عفوي قالوا بطني شو عرف الآن ساعة 10 أو ساعة 11 أبا أكل فعلينا نحن نتعلم الطفل مدرسة الطفل يخلينا نحن نعود الفترة التراكمات الحياة خلتنا أننا نحن نلبس ثوب القصوة حتى على ذواته أكيد طب إذا فيه فرد في بيتنا الحمد لله أن بيوتنا فيها أطفال ممكن نتعلم منهم الإيجابية فعلا ولكن إذا هناك شخص في المنزل سلبي ودائما هو قاعد ينشر السلبية طب هو قاعد ينشر يتكلم في شيء مبزين أو دائما مقترحاته ضد المبدأ أنت تتكلم فيه هل ممكن من أسلوب نقدر نحن نتحاور أو نتكلم فيه أو نقاط معينة نبدأ بالتغيير الجهة الأخرى هناك من القوانين الكونية يقول لك أن كما في الداخل في الخارج فأي شخص تقابلون أنت في حياتكم وأصلا إنعكاس لجزئية موجودة في داخلك الشخص السلبي هذا جزئية موجودة في داخلي أنا لازم أراقب نفسي أنا أصلا كيف أتعامل معه صحيح فيه وايدين يقول لك والله هذا الفلان سلبي فأقول لك كيف سلبي ويعطينا من السلبي أقول لك طالما أنت نظرت له بهذه النظرة أنت اللي سلبي أنت ما عطيتني ولا شيء ولا خصوة حلوة فيه من أول ما يلستبي وقلت لي هذا فيه وفيه وفيه معنات أصلا أنت من دخلت البيت وأنت تركيزك في السلبية اللي فيه في قصة قالت لي واحدة من الخوار قالت أنها كانت تشتكي من أبوها أبوها كان من النوع اللي دائما سلبي وأن نحط الغداء يعني ما فيه ملح وما عرف كيف وما عرف شو من الأمور هذه يعني دائما نشيع السلبية مثلا لو نفترض على المصطلح سلبي وعندنا تحافظ فيها فالكلمة فقالت أنها صارت وصلت لفترة أنها صارت تتجنب حتى أنها تأكل يعني مع العائلة أنها تشارك العائلة خصوصا إذا عرفت أن الأبو موجود وصارت هنا حين صارت تشتكي كلما تقعد مع أحد يا أبوي فيه يا أبوي فيه لماذا فيهم لا سمح الله خالها توفى فلما يلست مع مع بنت خالتها يعني بعد العزب الفتر يلست مع بنت خالتها فبنت خالت سألتها كيف أبوك والله أبوي لا أعرف كيف الله يرحم أبوك كان طيب فردت فعل بنت الخالة قالت قالت مهما كان لكن ريحت الوالد وقو في البيت غير الله أحب الله هني تغير التفكير بالكامل المقام واسيكولوجية وكل شيء تغير حتى بعدين كيف عالجت الموضوع صارت كلما يلأب ويبدأ يعني يمارس يمارس البيت صارت تقلب الموضوع مرح مرح الأب تغير مع الوقت الأب تغير صار الأب الآن هو الإيجابي وهما صار يسأل صار يقول تريدني أن أكد عليكم على الغدى فالفكرة خلنا نصير إيجابي وأنا اللي أأثر على حولك الله يحفظها إن شاء الله أبوها الذكرة القصة ويحفظه أهلنا إن شاء الله يحفظ لك عيالك شكرا لتواجدك معنا اليوم توانسنا فيك وطبعا هذا الحوار يمكن يباله ساعات ولكن وقتنا قصير ولكن شرف لنا أن نقلنا صورة عنه من خدارك شكرا خير إن شاء الله شكرا شكرا